اليوم سأتطرق إلى العنصر الثاني من البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال بجهة داخل ورد الذهب المتعلق بشق الصحة أنتم تعلمون بأنه بدلنا مجهود كبير جداً في معالجة الجانب الصحي في جهة الداخل ورد الذهب وكنا أولاً خصصنا ميزانية كبيرة الرافع من مستوى الخدمات في المستشفى الجهوية ما يتعلق بالنظاف توف ما يتعلق بالخدمات الأساسية وذنياً كنا حاولنا بأننا ندرسوا نقاط ضعف كلها في هذا الجانب قمنا بتعاقد مع 13 طبيب نظراً لأنه كان هناك مشكل كبير ما يتعلق بالإزرجانس وهي اسم المستعجلات وهذه الأطباء الثلاثة عشر الآن يتم يعني هما يخدمون الآن في الصحة واللي متكلف بهم هو وجهة الداخل ورد الذهب في إطار تعاقده طبعاً مع جمعية الأطباء في هذا المستشفى الجهوية أضيف إلى ذلك بأنه كذلك تعاقدنا مع مصحة دولية وقمنا بما يناهز ألف واربعمائة عملية استفادوا منها كل الفئات المعوزة والفئات الضعيفة هناك عمليات التي تم القيام بها بثمينة باهظة تصل إلى عشرين ميد من خمسة وعشرين ميد من سنتين وبالتالي كانت صعبة جداً على هذه العائلات بأنها تتكفل بها تكفلت بها من جهة الداخل ورد الذهب والتي كانت أحدى الركائز الأساسية للبرنامجة خلال هذه الفترة الانتدابية ضيف إلى ذلك كذلك بأنه قمنا بدعم الجمعيات الطبية والتي تتكلف بشراء الكثير من الأجهزة الخاصة بالعمليات التي بعض المعويزين في الداخل خلصاً في مستشفى الجهوي ضيف إلى ذلك بأنه كذلك نظراً لأن الأطباء عندما يتم تعيينهم من مزارة الصحة الجهة هنا في مدينة الداخل لأن الكثير منهم يرفض الجهة الداخل وبالتالي قمنا بتكوين 25 طبيب في إطار اتفاقية مع كلية الطب المحمد السادس في دار البيضة يقرار 25 طبيب من أبناء جهة الداخل الوادد الذهب والذين يتكونوا ويتخرجوا وهما أبناء جهة الداخل الوادد الذهب والذين لا يعود يعني يخدموا في الجهة بدون أي مشكلة ضيف إلى ذلك بأنه تم يعني كذلك يعني اطلقنا الأشغال للمصحة الدولية ناسيداك اللي هي مبنية على هكتارين وبغلاف مالي وناهز 146 مليون درهم واللي فيها كل اختصاصات اللي هي تسهل عملية التطبيب وتقوي العرض الطبي في الجهة وهذا كذلك نقطة هامة جدا واللي هي نقطة فثمارها ان شاء الله عن قريب واللي هي تجعل بأن جهة الداخل الوادد الذهب وتعود عندها مؤسسة طبية يعني بمقايس دولية الآن يعني نحنا نقول بأنه ان شاء الله في الفترة الانتدابية المقبلة لها نعزز كل هذه النقاط ولها نقوي كذلك شراكات قصة مع جمعية الأطباء من لجل انهم يلعبوا دور أكثر من خلال تحفيزهم والقيام بخدمات أكثر تجاه المواطن وتجاه المرضى في الجهة هذا هو الشقة الأساسية لشقة الصحة واللي لهم نعزوه بأكثر وبالتالي نعاود لكم بأن نطلبكم بأنكم تصوتوا كلكم على الميزان في الجهة في البرلمان وكذلك للايحة النساء وكذلك في الجماعات كلها وبأن كل ما صوت على الميزان برمز الميزان فانتخابات الجماعية والانتخابات البرلمانية والانتخابات الجهوية هذا سيدعمنا وسيجعلنا بأن إن شاء الله نستمر في العطاء نستمر في هذه البرامج المفيدة التي يستفدونها المواطني لفترة انتدابية أخرى وستتعزز كل هذه المكاسب إن شاء الله نعاود لكم صوتوا على الميزان في كل الانتخابات الجماعية في البرلمانية وكذلك في الجهوية ترجمة نانسي قنقر